مئذنة عانة في محافظة الأنبار أو كما تسميها بعض المراجع العلمية قلعة عانة هي منارة بنيت في العصر العباسي منذ أكثر من ألف وعشرين عاماً يبلغ ارتفاعها نحو ثمانية وعشرين متراً مقسمة إلى ثمانية طوابق ترتكز على قاعدة مكعبة وقد بنيت على جزيرة لباد في نهر الفرات من قبل سلالة العقليين الذين حكموا الموصلة في ذلك الوقت تعد مئذنة عانة التاريخية كرمز حضاري وثقافي للعراق بصورة عامة ولمحافظة الأنبار بصورة خاصة وتعد رمز حضاري وثقافي لأهالي مدينة عانة على وجه الخصوص والمنطقة الغربية أيضاً بصورة عامة كما تدول على العلم والحضارة حتى استثمرت ميذة عانة كشعار لجامعة الأنبار لما بها رمز حضاري وامتداد تاريخي لأكثر من ألف عام نقلت المئذنة من جزيرة لباد أو جزيرة القلعة كما يطلق عليها من قبل الأهالي بعد بناء سد حديثة في ثمانينيات القرن الماضي حيث أصبحت المنارة مهددة بالغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه فتعاون الأثريون العراقيون مع بعثة أثرية من دولة الإمارات وفككت أحجار المئذنة ومن ثم أعيد بناؤها في مكانها الحالي بمدينة عانة لتكون رمزاً حضارياً يتمسك به أهل عانة ومحافظة الأنبار كذلك وتمسكون بها لأنها هي شعار المحافظة حيث كان شعار المحافظة الأنبار هو المئذنة وشعار جامعة الأنبار اليوم ومن الأصل هي المئذنة والنعور وحتى تذاكر بعصات نقل الركاب في المدينة وفي مدن أخرى هي مئذنة عانة وعلى الرغم من تعرض المئذنة للتخريب بهجوم سنة 2006 وهجوم آخر سنة 2016 إلى أنه أعيد بناء وترميم ما دمر منها لتظل معلماً تاريخياً ومنارة حضارية شاهدة على عمق الحضارة والتاريخ الإسلامي في العراق ترجمة نانسي قنقر